هذه أبرز العناوين إنجاز تاريخي لبونو في الليغة لا يصدق خالي روزيتش يطلب عودة زياش لكن رد الأخير صادم من المدرب القادم لرجاء الطاوسي أو البنزارتي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس إنجاز تاريخي لبونو في الليغة قادة المغربية سينبونو حارس مرمى إشبيلية فريقها لفوز في ديربي ضد الزار ريال بيتيس بنتيجة هدفين لهدف مساء اليوم الأحد في إطار منافسة الجولة السادسة والعشر من الليغة وصنع بونو الهدف الثاني لإشبيلية في المباراة لمواطنه مونير الحداد في الدقيقة الواحدة والأربعون وبحسب شبكة أوبتا للأحصائيات فإن بونو أصبح حارس المرمى الذي صنع أكبر عدد من الأهدف في الليغة خلال القرن الحالي بتساوي مع ضوض أواتي بتلات أهدف وبهذا الانتصار رفع إشبيلية رصده إلى 54 نقطة في وصفة جدول ترتيب الليغة وبفارق الست نقاط عن المتصدر ريال مدريد لا يصدق خلال لزيتش يطلب عودة الزياش لكن رد الأخير صادم أوضح النخب الوطني وحيد خلال لزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدامة أنه يريد عودة الدولية المغربي حكم زياش لاعب نادي تشيس الإنجليزية إلى صفوف أصود الأطلس وتفعل المدرب البوسني مع مطالب بعض الجماهير المغربية بمدرجات المراكب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء خلال متابعته لمواجهة الويداد الرياضي وضيفه الزمالك المصري يوم أمس السبت وقال خلال لزيتش عن زياش أريده أن يعود لكنه لا يريد وهو ما أعد ملف حكم زياش من جديد إلى الواجهة بعد أن غاب عن المنتخب الوطني المغربي لفترة طويلة في عهد الناخب الوطني الحالي وكان حكم زياش قد أكد في تصريح سابق أنه لن يعود مرة أخرى إلى المنتخب الوطني المغربي بسبب خلافه مع وحيد خلال لزيتش من المدرب القادم للرجاء الطاوسي أم البنزارتية تتجه إدارتنا دراج الرياضي لحسم هوية المدرب القادم للفريق الأولى خلال الساعة القليلة القادمة وذلك بعد أسبوع على إقالة البلجيكي مارك فيلموتس ويعتبر الإطار الوطني رشيد الطاوسي إلى جانب التونسي فوز البنزارتية المرشحان البارزان لقيادة الفريق الأخضر خلال الفترة القادمة واستقر المكتب المديري يوم أمس السابت على إسم رشيد الطاوس لقيادة سفينة النصور فيما تبقى من الموسم الكروي فيما أكدت مصادر مقربة من المدرب التونسي فوز البنزارتية أن وكيل هذا الأخير تلقى بعض الاتصالات قبل الساعات من قبل مسؤولين رجويين أعلنوا عن رغبتهم في التعاقد معها وتترقب الجماهير الرجوي بشكل كبير قرار المكتب المديري حول هوية المدرب القادمة حيث هناك اختلاف في الآراء بين مؤيد ومعارضة للأسماء المطروحة فوق طاولة النادية وأشرف البنزارت على تدريب فريق رجاء رياضية خلال موسم 2013-2014 حيث قاد الخضر إلى نهائي كأس العالم للأندية بالإضافة إلى احتلاله للمركز الثاني رفقة النصور في البطولة الاحترافية بالمقابلة قاد رشيد الطاوسي العارضة الفنية لرجاء خلال الموسم الرياضية 2015-2016 واحتل خلاله الفريق المركز الخامس في صبورة الترتيب العام للدورة الاحترافية يسين الصالحي اللاعب السابق يهاجم فريق الرجاء الرياضي بسبب الطاوسي هاجم يسين الصالحي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدامة المكتب المسير برئاسة أنيس محفوظ عقب اقترى بالتعاقد مع رشيد الطاوسي لخلافة البلجيك مارك فيلموتس ونشر يسين الصالحي تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي كتب فيها سمعت كان عدنا ومربحنا معه والو وفشم شد على الفرق واليوم بغير جاء وأوضح يسين الصالحي الراجاء كبير عليه وتستاهل مدرب أحسن منه هذا أخير فرق دربها كان من بين الأسباب بشطاحة وخا عندها سميتها اللي يخليكم اعطيوا قيمة لفرق ديالنا وديما راجا وكان الطاوسي قد أشرف على تدريب فريق الرجاء الرياضي في أهد الرئيس الرجاوي السابق محمد بودريقة وغادر منصبه بعد نهاية الموسم ويدكر أن فريق الرجاء كان قد أقال مدربه مارك فيلموتس المدرب السابق للمنتخب البلجيكي بعد أن قاده في عشر مباريات حقق الفوز في أربع وتعادل في مثلها وحصد الهزيمة في مناسبتين أبرزهما نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الأهل المصر بضربات الجزاء الترجحية شهر دجمبر الماضي ماذا قالت الصحف المصرية بعد فوز الويداد بتلاتية على الزمالك كشفت مجموعة من التقارير الصعفية المصري عن غضبها من الهزيمة التي تعرض لفريق الزمالك أمس السابق أمام الويداد الرياضي بتلاتي أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس دور أبطال إفريقية لكرة القدم وعبرت بعض الصحف والمواقع عن حسرتها لهزيمة الفريق المصري أمام الويداد مشيرة إلى أن الجمهور لعب دورا كبيرا في فوز الفريق الأحمر والسهل للموقع السابع مقاله عن المباراة بالقول تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الويداد المغربي بتلاتي أهداف مقابل هدف واحد وقال موقع الوطن سبورت أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برأسة مرتضى منصورة قرارات نارية بعد الخسارة من الويداد المغربية وتبحث جماهر نادي الزمالك عن حقيقة إقالة كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة الفريق الأبيض من الويداد بتلاتي أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدور الأبطال الفريقية من جانبها نقل موقع بطولة تصريحة لأحد نجوم الزمالك السابقين وقال طلب أحمد عيد عبد المالك لاعب الزمالك الأسبق بتوقيع عقوبات مغلدة على لاعب الفريس الأبيض الحاليين بعد الهزيمة على يد الويداد المغربي بتلاتية مقابل هدف واحد وقال موقع اليوم المصري فتح أحمد دوديدار مدافع الزمالك السابق النار على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطالبا برحيله بعد الخسارة من الويداد المغربية بثلات أهداف مقابل هدفه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السابق ضمن مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دور أبطال إفريقيا بنفيكا يتعادل مع آيكس بمشاركة سعراب توم الزراوي عاد آيكس مستردام الولندي بنشجة التعادل بهدفين في كل شبكة في مباراة هذا الضموضي في بنفيكا البرتغالية برسم ذهب تمني نهائي دور أبطال أوروبا وبدل الضيوف بالتسجيل أولا عن طريق السربيدو سانتادش في الدقيقة الثامنة عشر ثم أهدى زميله سيباسيان هالر أصحاب الأرض هدف التعادل عندما سجل بالخطأ في مرمى في الدقيقة الخمسة والعشرون وانتظر الهداف الإفاري هالر حلول الدقيقة التاسعة والعشرون ليكفر عن خطأه ويمنح التقدم الآيكس من جديد مسجل الندفه الـ 11 في تشابيونس ليغ هذا الموسم في سبع مباراة فقط لعبها حتى الآن وخلال الشوط الثاني تمكن بنفيكا صاحب الأرض والجمهور من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية والسبعون حمل توقيع رومان بريموشوك وشهدت المباراة مشاركة عدل تعرفت أساسيا من جانب بنفيكا ونفس الشيء بالنسبة لمواطن نحنصير مزراوي مع آيكس واستبدل الأول في الدقيقة الخامسة والثمانون بينما غادرت ثاني المباراة في التواني الأخير بعد أن استبدل في الدقيقة التسعون وستلعب مباراة العودة في ملعب يوهان كريف بمدينة أمستردام الهولنضية يوم الخامس عشر من مارس القادم اشتركوا في القناة